بس انت حردك وقلتلي ان كان ممكن انتوا تطبخوا للعيبة في المعسكرات الخارجية حردك ولا انت وكابتن جواري كان ممكن يعني انا عارف مثلا ان حسن شحاتة كان في 2008 كان بيدخل المطبخ مع الشيف ويطبخ للبعثة كلها انا كده انا كده وحسنين حمزة كده كابتن جواري لا انا بقولهاك بنتقلها من كابتن جواري لا احنا كنا بندخل ونجهز كل حاجة ونشوف الاكل وكل حاجات دي ايه هامل الاكلات الماء والدكتورة عمل Rugged انا اي حاجة عمله لأ يعني اوللي اللي انت انت اول لي نفسك في ايه لا اللي انت حرتك تقول لا والله يعني انا انت 기대 احنا عايز وسهل عليه لا انا بص اي حاجة اعمله في حاجات طبعا مش خش في تركيبيته ودي مش عارب لا 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 في حاجات السهلة اللي انت ممكن تعمله وتبقى واقف يعني فعلا معجب ان انت بتعمل الاكل لا اقول لي وانت بتطبخ في البيت ولا سيب المطبخ وانا شغل طباخ بره يعني لا انا بتكلم للأصفة للبيت لا انا بتكلم للأصفة يعني لا لا بس انا بحب المطبخ يعني عارف كمان من الحاجات اللي استمتع بيها اعمل طبق فول مثلا اعمل طعمية الجبنة الريش اعمل حاجات لذيذة لا اقول لي طبيق طبيق اطبخ يعني اعمل ماكرونات حلوة اوي اعمل رزة حلوة اوي يعني يقول لي ماكرونات باشا مل طرف تعملها اعمل كل اعمل كل اعمل كل الحاجات دي اه ولكن في حاجات تانية بسرعة مش شغلي يعني فيه طبخات تانية لا مقدرش مين اللعيبة اللي كانت بتحب الأكل قوي سواء في الأهلي او المنتخب ويعني ما كنتوش بتعرفوا تسيطروا عليه فيه مين لعيبة ما بحبش الأكل بينه بينك هو اللي بيفقده كانت بتحب الأهلي بشراها اللي بيفقد في التمرين بيفقد الحاجات دي كل استمريرت لازم يقول كويس كل اللعبة كان بتاكل كويس وإحنا كان لنا نظام على فكرة سواء في المنتخب أو سنكون لنا نظام غذائي يعني النهاردة مش ا Koch فقيت يعني حتى لو فيه غبل أحمد بوفيه كنا بأن دايما وقف الدكتور أحمد ماجد في المنتخب كان دايما وقف الدكتور خالد طبيب الأهلي كان دايما وقف اللعبة لو فيه غبل أحمد بوفيه لا خد كذا وكذا 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 لأن فيه نظام غزاء اللعيب لازم يتبعهم مش مفتوحة كده يعني ولكن كل اللعيبة كل اللعيبة اللي بيحب أكلها بيكلها مفيش مشكلة هل فيه موقف معين مثلاً أنت ما تنسهوش بسبب موضوع الأكل مع العيب معين مع جهاز فني معين سواء بقى في الأهلي في المنتخدم لا أولا بص للحد الوقتي يعني الحد الوقتي ويشوفني ويعشقني ويقول لي وأول ما يشوفني يقول لي أبو مهند كبتن أحمد حاسم ليه فبركينة فاس وثمانية وتسعين منزلنا هناك كانت الأمور كلها صعبة جداً صعبة جداً جداً وإحنا كنا واخدين أكل يعني دايماً في بسمائرات المنتخب بناخد شنط معنا أكل ومعلبات جبن حاجات كتير قوي فمن ضمن الحاجات أنا كنت شايل جزء كبير قوي في التلاجة عندي كنت أنا وسامير عادلي نزلين في شالي كنت شايل جزء كبير قوي أحمد حسن طبيعته ما بيحبش الأكل اللي يدوبك كان ييجي على طول يا كابتن عايز مش عايب إيه عايز إيه قال لي اعتبرني زي مهنة ابنك هو طبعاً بيحب قال لي اعتبرني زي مهنة ابنك بالظبط كده كان كل يوم يجي أخد مني واجبت فطور واجبت فهو دايماً من الحاجات اللي اللي دايماً أحمد حسن شوفني وقال لي يا ابو مهنة دي مهنة لأنه يشبه نفسه مهنة دي طيب كبتني ثانياً واجبت